أعلنت سلطة الأمنية التونسية عن إطلاق حملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للأعوام الخمسة المقبلة وأوردت مواقع تابعة لوزارة الداخلية التونسية أنبا عن إطلاق هذه الحملة حتى العام 2027 للتعريف بالقضايا التي لديها علاقة بالتطرف العنيف والإرهاب بمضامين هذه الاستراتيجية الوطنية وأولوياتها مصادر أمنية تونسية تقول بأن تونس اعتمدت أول استراتيجية وطنية مكافحة التطرف العنيف والإرهاب في عام 2016 وأنها عادت في العامين الماضيين صياغة هذه الاستراتيجية بأبعادها الأمنية والثقافية والإعلامية وأنها قررت إطلاقها في هذه الأيام من تونس ينضم إلينا المتحدث السابق باسم الداخلية والمحلل السياسي خليفة الشباني مرحبا بك شكرا لوجودك معنا ماذا نعرف عن هذه الاستراتيجية الوطنية بشكل أعمق في التعامل والقضاء ومنع وجود الإرهاب مساء النور دي كل كافة مشاهدي قناة الحدث الغراء مساء النور هي هذه الاستراتيجية تقريبا تكون في مرحلتها الثانية المرحلة الأولى كانت 2016-2021 خمس سنوات وهذه المرة 2023-2024 أربع سنوات لا أعرف معناها لماذا هذه المرة أربع سنوات والمرة السابقة كانت خمس سنوات في المحصلة هذه الاستراتيجية كلنا نعرف أن معناها تقريبا حتى 2017-2018 كانت تعاطي تقريبا مع الظاهر الإرهابية في تونس هو ذو بعد أمني عسكري القوات الأمنية والقوات العسكرية هي التي واجهت هذه الظاهرة ثم أن في السنوات الأخيرة نلاحظ انحسارا كبيرا في هذه العمليات وذلك نتيجة معناها قضاء القوات الأمنية والعسكرية سواء على فلول ما يسمى بكتيبة عقبة الذراع معناها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بتونس أو ما يسمى بأجناد الخلافة وهو ذراع ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي في تونس في جبل السلوم وفي جبل المغير في اعتقادي هذه الإستراتيجية هي تحاول أن تخرج معناها من مقاومة المقاربة الأمنية إلى اعتبار أن مقاومة الإرهاب هي فيها بعد اجتماعي فيها بعد إعلامي فيها بعد ثقافي فيها بعد معناها يراعي التنمية والفقر فيها بعد يتعلق بمكافحة الاستقطاب سواء كان ماديا في المساجد أو في أي أماكن أخرى أو في أضاءات وخاصة في الفضاء السيبرني في اعتقادي هذه معناها خطة شاملة أعتقد أنها خطة طموحة ولكن في اعتقادي زادت تطلب العديد منها مثلا عملية إدماج الإرهابيين من جديد أنا في اعتقادي هذه تطلب برنامج كبير سواء على مستوى الأعداد المادي معناها من حيث المفكرين القادرين على أقناع هؤلاء من تورطوا في هذه القضايا وإدماجهم من جديد وكذلك زادت محاولة إدماج عائلات هؤلاء الذين أصبحوا هم ضحايا في حد ذاتهم باعتبارهم موسمين بأنهم عائلات إرهابيين اليوم في اعتقادي زاد نحن في حاجة إلى أن نستأنس ببعض التجارب في اعتقادي أنا كان بشرف شخصيا أني معناها شهدتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تجربة المناصحة ولكن هذه تتطلب العديد من المفكرين معناها وأعتقد أن في تورس لدينا العديد من المتكونين دينيا للخروج بهذه التجربة إلى الوحد معناها أنك أنت تقنع إنسان بهذا الفكر أعذرني على المقاطعة هناك من تخوف بما قالوا أنه صياغة الاستراتيجية الجديدة بأبعادها الأمنية والثقافية والإعلامية مخاوف حقيقية من التركيز على الإعلاميين والصحفيين لا هو مش مخاوف حقيقية هو الإرهاب الساعة في تونس جاء في ظروف معينة تحدثنا فيها في مناسبات سابق لكن الأكيد أن الإرهاب يتغذى من عناصر رئيسية أولا التصحر الثقافي ثانيا الضعف الخطاب الديني ثالثا هو الفقر والجهل نحن اليوم عندما نلتفت إلى جغرافيا الفقر في تونس والجهل نلاحظ أنها هي بؤر اليوم أنت لا تكد تجد معناها في أماكن معناها بين ظفري معناها تعتبر ثارية أو غنية أنك تجد فيها هذه الظاهرة بالتالي أن الأحياء الشعبية والولايات المفقرة هي التي تعتبر حاضنة لهذه الجماعات ويتم الاستقطاب فيها أنا لا أعتقد وأعتقد أن هذا البرنامج يجب أن ينخلط فيه الجميع لأن المقاربة الأمنية في أي موضوع يتعلق بظاهرة مجتمعية سواء كانت المخدرات أو الاتجار بالبشر أو حتى العنف المادي العادي أعتقد أن الجميع يجب أن ينخلط فيه في إطار سياسة أم هذا سيتم خلال أربع سنوات أم لا فاعتقادي أن الاستراتيجية طموحة ولكن تتطلب العديد من الإمكانيات وتتطلب العديد لترجمتها وبهذا يجعلنا نطرح سؤال هذه الاستراتيجية تأخذ في الحسبان الملف الاقتصادي وتبعاته أكيد الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية قلت لك أن الجهات والأماكن والأحياء المفقرة هي التي تعتبره معناها أرضية لاستقطاب هؤلاء الناس نهيك وأن مثلا أحياه هنا في تونس العاصمة معروفة كالتضامن وغيرها أو في القصرين أو غيرها كانت هي معناها أماكن ليتم فيها الاستقطاب بالتالي أن البعد التنموي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي مع معضدة الإعلام في إطار خطة وطنية هو الكفير وحده بالقضاء على جذور الإرهاب ثم أعود مرة أخرى يجب الاستئناس بالعديد من التجارب وفي اعتقادي أن التجربة السعودية التي طلعت عليها كانت من أنجح التجارب رغم أنها تتطلب إمكانيات كبيرة إمكانيات على مستوى العنصر البشري الذي سيتولى التعاطي مع هؤلاء لأن التعاطي معهم فكريا ثم التعاطي المادي بعد في إطارة متابعة هؤلاء الإرهابيين التائبين بين ظفرين إن كانوا يرغبون في ذلك وإدماجهم في المجتمع من جديد في اعتقادي أن الاستراتيجية طموحة ولكن تتطلب العديد من الإمكانيات وأعتقد أن الأربع سنوات القادمة يمكن أن نذهب خطوة كبرى فيها ولكن أن نصل إلى القضاء على جذور الإرهاب معناها بصورة كاملة لا أعتقد أننا ديما نتحدث عن التصدي إلى الظهر الإرهابية لكن في اعتقادي أن اليوم الأرضية في تونس بعد انحصار العمليات الإرهابية وقيام القوات الأمنية والعسكرية بمهامها الأمنية فاعتقادي أن المجتمع اليوم واجب عليه في إطار هذه الاستراتيجية أن يعدى مشروع مجتمعي كامل أعلامي وثقافي واقتصادي واشتماعي وخاصة موجه إلى الفئات العمرية وخاصة إلى فئات الشبابية المستهتفة نهيك هو أن أكثر تقريبا الإرهابيين الذين تم استقطابهم وتوجهوا إلى سوريا والغيرها والغديد من البؤر هي بين 18 سنة و35 سنة يجب أن نتافت إلى هذه الفئة وأن نحصنها وذلك بعمل استباقية ووقائية وفي اعتقادي أن العمل الاقتصادي والاجتماعي عامل هام جدا في منع هؤلاء الشبابين من الانخيرات في هذه الجماعات الإرهابية من تونس العاصمة المتحدث السابق باسم الداخلية والمحلل السياسي خليفة الشباني شكرا جزيلا لك